عقد مجلس السكان الدولي مؤتمراً في القهرة بعنوان نحو بيئة عمل صديقة للمرأة داخل المنشآت الصناعية بمصر وذلك الحجد الدعم وتبحيد الجهود والإمكانات من أجل تلبية احتياجات عاملات المصانع من خدمات الصحة الإنجابية ورعية الطفلة حاضر المؤتمر أكثر من 150 مشاركاً يمثلون الجهات الحكومية والهيئات الدولية والقطع الخاص بالإضافة إلى خبراء في الصحة الإنجابية الحقيقة المؤتمر بيقدم نموذج محترم جداً لكيفية توفير بيئة مناسبة في مكان العمل للسيدة للسيدة علشان نقدر نديها كل المعلومات وكل المشهورة اللي هي مطلوبة في صحة الإنجابية وفي نفس الوقت نساعدها إنها تاخد الوسيلة المناسبة لها في الوقت المناسب اللي هي عايزة تعمله وبالتالي نقدر نقدي على الحاجات الغير ملباة اللي هي من أهم المشاكل اللي بتعيق تنفيذ هدف مصر أهم حاجة إن إحنا متجمعين النهاردة علشان نتبادل الخبرات والتجارب والدروس المستفادة إحنا عرضنا تجربتنا إحنا مجلس سكان الدولي عرضنا تجربتنا اللي عملناها بتعاون مع وزارة الصحة والسكان وغرفة صناعة الملابس علشان تلبية احتياجات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لعمال المصانع التجربة دي كانت ناجحة جداً وكان الإقبال على خدمات تنظيم الأسرة في المصانع منقطع النظير عندنا في غرف الصناعة الملابس بالتحاد الصناعات إن إحنا لقينا هذا المشروع مع مجلس سكان الدولي وبالتعاون مع وزارة الصحة المصرية ده إدانا دافع ضخم جداً جداً إن إحنا نتعاون معهم والحقيقة كدنا في بداية المشروع مجهود كبير إن إحنا نقنع أصحاب الشركات إن الكلام ده ممكن يكون لي عائد طيب على الشركة بشكل عائد اشتركوا في القناة